وبنذا وصلنا إلى فقرتنا الخيرة فقرة خبر بخبرين والبشرة بشرتين فأول خبر وأول بشرة وللعربية رونق وأصالة وده اللي إحنا موظم الحاجات اللي كنا نتكلم فيها دلوقتي وهسيب المايك مع شايماء علي فضاليا شايماء أولا يعني يوم ترجمة سعيد على جميع المترجمين والمترجمات وخاصة على المترجمات اللي منورينه النهاردة في البودكاست واللي منورين كتاب Standing Tall Without Heels حقيقة أنه خليني بس في الأول أقول أن الكتاب بالنسبة لي لما اطلعت عليه اداني مجموعة من الانطباعات والمشاعر كده الفياضة زي ما بيقول مبدئيا أنا من زمان وأنا زي ما رشأت لكم أنا وهي العلاقة وطيضة وشخصيتنا متقربة جدا وطموحاتنا متشابهة فطول الوقت كان بيبع عندي هذا الحلم برغم التحديات اللي في حياتي أنا شخصيا أن يكون في عمل جليل بيجمع ما بيني ما بين رشف حاجة واحدة تكون ده تقييمة وتكون في مجال شغفنا وحبنا يعني فالكتاب فكرته الرئيسية اللي هي بتجمع مجموعة من النساء العربيات اللي كلهم حركهم الشغف وحركهم طبعا دوافع أخرى كتيرة عشان يتميزوا يتقلقوا في مجال ما هم شوفين بيه طبعا أنا بحكم اللي هعلنه دلوقتي فأنا طلعت على الكتاب كله وعلى جميع الشخصيات اللي ذكرت فيه بس خلينا أقولي أني لما جيت عند القسم بتاع المترجمات الحقيقة قلبي ده لأن ده شغفي أنا كمان ومجال عملي وتخصصي من زمان فالخبر اللي هنعلنه النهاردة هو أن بإذن الله كتاب Standing Tool Without Heels اللي بيتميز بالنسبة لي بأن مؤلفته هي بتتمايز بعدة خصال هي أصلا لها باع طويل في مجال اللغة والترجمة وتأسيس الموقع Lady Lingua والMother Tongue بتاعتها عربي بس نفس الوقت عندها السكيل والتمكن اللغوي في اللغة الإنجليزية اللي سمح لها أنها تقلف كتاب كامل باللغة الإنجليزية عن نساء عربيات وده بالنسبة لي حاجة فريدة من نوعها جدا ولذلك كل ده كان بيخلينا نقول أنه ما ينفعش الكتاب ده أكيد التارجت أودينس هم الناس اللي بره يشوفوا النساء العربيات ممكن يطلع منهم إيه أو يعملوا إيه برغم التحديات الفردية لكل حد فيهم ولكن ده ما يمنعش أن الكتاب ده الجمهور العربي يستحق أنه هو يطلع عليه يطلع على إزاي أن في مننا سيدات عربيات ما فيش حد فيهم وصل اللي وصل له بالسهل كلنا بيجمعنا شغف وكلنا مش هدفنا الحقيقة هو أن احنا نبان وسط الجمهور بس أو نتفوق على الرجال وبفيش عندنا تحديات extreme هي كل الفكرة أن كل واحدة بقصتها وتفردها كان عندها حلم وساعت له وساعت سعيها يعني وبذلت الجهد المطلوب وعرفت تتحخطى العقبات لغاية ما وصلت لحاجة نقدر نفتخر بيها كلنا وتدينا أمل بأن كل واحدة بتقرأ الكتاب دوت سواء بنسخته الإنجليزية أو بنسخته العربية اللي إن شاء الله هشرف بإذن الله بنفسي على ترجمتها مع مجموعة من المترجمات العربيات برضو يعني إحنا حبينا أو إن الكتاب ده في الأول كانت الفكرة أنه يا راشا هتأملي كتاب جميل جداً وأنا بإذن الله أنا نفسي جداً أكون المترجمة بتاعت الكتاب ده وبعدين بعد نقاش بيني وبينها لقينا إنه هيبقى الله لو طلع الكتاب دوت نتاج شغل مترجمات عربيات مشتركات يعني مش بس واحدة أو أنا وراشا كده نتناقش ونطلع الكتاب العربي خلينا أقولي إن راشا كانت قدرة إن هي تطلع الكتاب ده كتاب بالعربي جديد خالص من تألفها إن هي اللي خليها تقلقوا بالإنجليزي خليها تعرف تطلعوا بالعربي طبعاً ولكن الـ concept أو الفكرة اللطيفة بتاعت إنه الشخصيات اللي ذكرت والقيم اللي عرضت في الكتاب ده باللغة الإنجليزية اللي ينقلها هم مترجمات عربيات هي فكرة بصراحة exciting بالنسبة لي أنا شخصياً جداً ولذلك إحنا إن شاء الله هنعلن في بوست مخصوص على بوست الكتاب وفليدي لينجو وهكذا وراشا طبعاً تتولى هذا الأمر أن الباب مفتوح لكل المترجمات المقتنعين أو متحمسين لفكرة الكتاب وحبين يكونوا جزء من هذا العمل وطبعاً راشا هتذكر الميزات اللي هيحصل عليها المشاركات في ترجمة هذا الكتاب إن هم يعرفون إن هم حبين يكونوا معنا في ترجمة هذا العمل كل واحدة تترجم الجزء اللي يروق لها والترجم الكام اللي تحب إن هي تكون مشاركة بيه في الكتاب ما فيش لمس معينة ما فيش تقسيمات موحدة وأنا متفالة جداً إن الكتاب ده أكيد هيطلع حاجة يعني مميزة جداً بإذن الله بدأنا بالفعل العمل على الكتاب لإن فيه أجزاء كان من الضروري جداً إن راشا اللي تشتغل عليها بشكل شخصي لإن هي بتلمس جوارب شخصية عندها مقدمة الكتاب وإن الناس أثرت فيها هي شخصية في حياتها وأنا بدأت تشتغل على أجزاء أخرى اتفقنا عليها ومن النهار ده هنبدأ نعلن إنه هيبقى فيه سلسلة من البودكاست اللي ليها علاقة بالقصة دي وعايزين يكون معانا بإذن الله مترجمات عربيات يشاركوا في ترجمة هذا الكتاب ويكون ليهم أكريدتيشن وذكر في الكتاب دوت فبدل ما يكون عندنا كتاب عن نساء عربيات تميزوا وتقلقوا مترجمة من الإنجليزية العربية عليه اسم المؤلفة والمترجمة فهيكون عليه اسم المؤلفة ومجموعة من المترجمات العربيات فتاعة لقيمة الكتاب خليني أقول كمان إنه الكتاب مش مجرد نقل هنا بقى هيبقى إيه تميز التميز يعني ده مترجمات بيترجموا كتاب عن دساء متقلقات فمش هيبقى المسألة هي مجرد نقل المعلومات من الإنجليزية العربية أبدا لازم هيكون بروح يتلقها المتلقي العربي بشكل مختلف عن مكان الترجمة هو المتلقي الأجنبي فبإذن الله تعالى إحنا طبعا رشا هتعلم بالتفاصيل عن تفاصيل للي أي حد حابب يكون مشارك في هذا الأمر وحبت جدا إن هي تعلن عن القصة دي في اليوم العالمي للترجمة وأنا هكون سعيدة جدا بالإشراف على الموضوع دوت والمشاركة فيه وهيكون بيتحقق في حلم من أجمل أحلامي الشخصية أنا يعني بإذن الله ففي نهاية كلامي كده حابة أسأل سؤال للمترجمات الجميلات معنا اللي هم فارسات في الكتاب بتاعنا كتاب Standing Tool Without Heels سؤال لعلاقة بقى بالخبر اللي احنا بنعلنه عايزة أعرف انطباع كل واحدة فيكو كم مترجمة لما كتاب هي ذكرت فيه قصتها وقصة أخريات جمعهم جميعا الشغف ولكن أنتج ظهور مختلفة في مجالات مختلفة طموحاتك أو تطلعاتك لكتاب زي دوت أو شعورك نحيته ممكن يكون شكله إيه فياريت لو كل حد من اللي معانا يدينا كده زي انطباع أو توقع أو نبذة عن الفكرة اللي احنا طرحنا هو مؤكد طبعا ان الفكرة أكتر من رائعة وفكرة ان يترجمها يعني فريق عمل مجموعة ومترجمات جميعهم فكرة يعني أكتر من ممتازة وأكيد حضيف للعمل يعني كتير جدا وأنا شعيدة أصلا يعني الساعتي مش بس بقى كمان ان انا مذكورة في الكتاب دوت طبعا يحرفني ان انا أشارك يعني في ترجمة جزء منه هيكون يعني حاجة تسعيدني جدا أنا كنت بفكر يعني احنا محتاجين ان احنا نقدم ويمكن هقول تاني وتالت وراجع قدوة البنات الصغيرة يعني كنت بتكلم مع أختي ان مفيش حد يعني لما تسأليهم مين قدوتكم هتبصت لقي ان مش لقيين حد يعني موجود احنا محتاجين النوعية دي من الكتب النوعية اللي هي بتقدم ناس تعبط وحققت حاجة في حياتها علشان البنات الصغيرين يقروها ويستفيدوا منها فأنا سعيدة سواء اني موجودة في الكتاب او اني اشارك فيه او واكيد طبعا لنا موجودة مع كل الكوكب الرائعة دي من السيدات الناجحات والمترجمات الرائعة كزاكم لا خير يا سحر حد تاني يحب يشارك او يقول رأيه في الموضوع ده يعني فعلا حب اسمع رأيكم واسمع كمان رأيي لنا كمان يعني لنا برضو من الكئم يعني من البطلات اللي في الكتاب فاحب اسمع رأيكم جدا يعني عشان رأيكم ده يعني بيحسسنا ان احنا ماشينا على الطريق الصح هو الحقيقة انا لسه ما قرأتش الكتاب طبعا بس متخيلة هو في ايه انا برضو مؤمنة جدا بتبادل الخبرات وعارفة ان دي يعني انا ممكن اقرأ كتاب في خبرات من ناس تانيين استفيد حاجة هما بقالهم عشرين سنة بيعملوها فده بالنسبة لي اضافة جدا وان شاء الله هيكون مفيد جدا للناس كتير وانا معيكم ان شاء الله في ترجمة الكتاب جميل هدي معنا بطاستو رأى يالله اشرف يعني تخيلوا تنجيل عن الكتاب فارسات الكتاب هيشاركوا في ترجمة هذا العمل الله جميل ان شاء الله خيرا شكرا ليا رادة من زمان عايز اقول لك كتابك الحقيقة كان مواكب يمكن حضرتك اكيد عارفة ترند كم سنة اللي فاتوا في البلاد برا يعني عن موضوع الكيك اس ويمين اه اكيد حضرتك لو انت متابعة يعني مثلا الانتاج السينمائي التلفزيوني بقى لهم سنين متابعين الحتة دي البطلة يعني الست البطلة ومش اي بطلة البطلة اللي بتحقق يعني بتحقق حاجات سلطرير فا او بطلة يعني بطلة بطلة يعني ف كتابان الانجليز يجي مواكب الحقيقةpole ترند ده اللي هو بقالوا يعني كذا سهناetchي دلوقتي اه الزاريف بالل حالتك ا sym proflect�고 دلوقتي انك هتترجمواه العربي فانا انا احسه يعنى ان المجتمع العربة اقول للمجتمع الشرقي بتاعنا محتاج حاجة زي كده محتاج حاجة يعني تسلط الضوك على المرأة بهذا الشكل جميل وأنا هعلف الآخر خالص يعني بعدما كله يخلص يعني عشان حب أقول لكم التعليق على بعضه يعني جميل جدا جميل جدا جزاك الله خير أنا صرفة اللي أقدر اللي أقدر أقوله أنا شخصيا أجرأ إنجليزي وأقرأ عربي بس أنا قلبي يميل للعربي كثير يعني تلاقيين الكتاب العربي أخلصه بسرعة فائقة والإنجليزي عكسي زي ما يقوله وقت طويل فإنه هذا الكتاب صراح يكون باللغة العربية بيكون شيء رائع وخطوة موفقة إن شاء الله يا رشا وشايماء أمين يا رب تسلامي طير شايماء رياض طبعا أنا معاكم يعني بإذن الله وهي فكرة رائعة جدا هتسهل الرسالة يعني الأساسية بتاعتنا كده بلاسفور بلاسفور ده متاج رائع جدا فضلية أولا أنا عايزة أقوله إن الكتاب يعني أنا الكتاب يعني هدف الرئيسي منه إن أنا أبين طبعا إن إحنا عندنا إن نماذج إيجابية كتيرة من النساء موجودة وإن عايزة أبين برضو أكثر بيها كل كلشيهات اللي الناس عارتا بتفكر فيها كل الستيريو تايبين اللي يخص النساء في القصة دي يعني هل النساء متضهضة هل النساء محتاجين حركة هل النساء محتاجين أنا هل أنا أصلا مدفع عن المرأة في الكتاب ده هل أنا أصلا المرأة دي بالنسبة لي شايفة إن هي كائن مستضعف وما ينفعش وما تقضعش وما تعرفش الحقيقة هتعرفوا الكلام ده في الكتاب طبعا كل الإجابات على الأسئلة دي وهتعرفوا إن الكتاب كمان يعني بما أن أنتم في الكتاب فأنتم مفهود كون عرفتوا الإجابة أصلا على سبي اللي أنا أقولها دلوقتي فيعني أنا مش عايزة أقول بالكتاب ده أي حاجة ممكن تفكر أي حد بأي حاجة ده اللي أنا عايزة أقول يعني إن هو من آخر كده أي حاجة ممكن تجي على ملك لا مش هي يعني الكتاب حاجة مختلف الكتاب حاجة مختلف وأعتقد لنا بما أنها وصلها الكتاب ممكن تقدر تكون فيرم الموضوع ده وكمان شيماع علي طبعا منها قرأت الكتاب يعني عشان بداية الترجمة فأول فكرة إن ما بقى أنا بحبش النمطيات وبحبش التفكير المقولة في أمور معينة فإحنا نقدر بس نقدر ليه وهل إحنا بنعرفش هو ده بقى إيه اللي محتاجة اللي بوضحها في الكتاب اللي بوضحها في الكتاب يعني إن إحنا مش محتاجين قولة بقى في الموضوع ده كله والكتاب لما هيترجم إلى عربي بإذن الله هتحسك إن معاك الكتاب منفصل تماما عن الإنجليزي يعني الإنجليزي هيكون كتاب يعني بيمثل أيها وستقل بذاته العربي نعم بالضبط كده وشكلا وموضوعا وحتى كمان هنضيف إليه شخصيات جديدة مش كتيرة ولكن هيكون في إضافة لشخصيات أخرى جديدة زائد إن إحنا نعمل التحديث للمعلومات نفسها يعني إحنا نتكلم معاكم النهار ده وعرفنا حاجات مختلفة جديدة إلى أن نطلع بالكتاب العربي هنكون بنعمل تحديث كل شوية بنعمل تحديث ونتواصل مع أصحاب القصص صاحبات القصص بقى عشان تبقى لغة عربية يعني مزبوطة صاحبات القصص الموضوع ده مش عايز أقول لكم بيبثل تحدي في الترجمة بقى لتأديس الأفعال والضمائر عامل إزاي فيعني إن شاء الله بإذن الله نكون قدها بإذن الله بإذن الله فده كان ده الخبر الأول اللي علاقة بالكتاب فيه خبر آخر ده لي علاقة بالترجمة بشكل عام مش بالكتاب بشكل خاص يعني ولكنه لي علاقة برضو بالمترجمات يعني لي علاقة بالترجمة والمترجمات طيب مفوضة نهارده كان هي معانا علال بشير هي المذيعة وصاحبة صاحبة البرنامج ده نفسه إن شاء الله اللي كانت تتكلم عن الخبر ده ولكن لم يسعفها الظروف إنه تحضر النهارده معانا وحتى كمان كان معانا دكتور أمل عبدالنوأسود برضو من الفارسات المعانا في كتاب في جزء الترجمة ولكن يعني لأسف ظروفها النهاردة لم تسمح بالحضور وكان يشرفني جدا دكتورتي في الجامعة لأنها تكون قاعدة معانا في اللقاء ده يعني كنت هتشوفه بقى حاجة ثانية خالص بقى كمان يعني دي كان يعني ما شاء الله عليها يعني بإذن الله لما تقرأوا قصة في الكتاب هتحسوا بالإحساس الوصلي للوقتي وأنا بتكلم عنها يعني فالخبر اللي عايز أقوله نكون إن شاء الله بإذن الله سيتم كتشين يعني برنامج إداعي خاص بالمترجمات على صفحة Lady Lingua هيكون خاصة بالمترجمات فقط يعني مش نوع نيفي عليهم نمح بالجالة لا مش دي الفكرة الفكرة النهية الفكرة النهية خاصة بحياة المترجمة بحكايات المترجمة عيشة المترجمة مهنة المترجمة تحديات المترجمة والأشياء اللي المترجمة بتحبتوا بس قيمتها في المجتمع يعني نصلت الضوء أكتر على المترجمات من خلال البرنامج الإداعي ده يعني حبة يعني الإسم بتاعه طريبا وصلنا إلى إسم يعني بس لسه أنا أصلنا عايزين نضيف عليه كلمة كمان يعني فمش هادر أحلق لكم الإسم دلوقتي النهاردة ولكن حبيت إن أنا أقول الخبر ده وانت فوزتكم كمترجمات وفي اليوم ده في البرنامج ده في الحلقة دي هلو جدا الفكرة مبروك إن شاء الله تكون فكرة نكحة بإذن الله الله يبارك أسمع برضو رأيكم في أنتو تحبوا البرنامج ده يعني أنتو لو واحدة بقولك إنه برنامج داعي عن المترجمة تحب البرنامج ده يكون إيه؟ يعني أعتقد إن أنت محتاجة تركيزي قوي على تحدي غسيل المعين بعدما الترجمي فهم السلسك لما مثلا في يوم ضغط شغل المنتي تاسكينج هو أساس التمائل المنتي تاسكينج شغل كلنا أمو الموضوعات كتيرة جدا طبعا ده ده كان الزور إنه ممكن نتكلم في الموضوعات كتيرة قوي بخص المترجمي المترجمات إزاي إزاي هي بتقدر توفق بين شغلها وبين البيت ودي نقطة مهمة جدا لأن أنا يعني أكتر من خمس عملة دخلت معاهم بتحكيم مع مترجمات وللأسف الشديد أنا اتنين منهم اتنين مترجمات يعني كان ردهم مش تمام إنه أنا طب أنا أعمل إيه دي ظروفي طبعا إحنا مش تريدين نركز قوي على حاجات شبهت دي إنه إنتي مدام قبلت الشغل فموضوع الظروف ده على جمع يعني موضوعات طي دي أكيد إحنا مع بعض نقدر نفترح حاجات تانية بس تاني مانجمينت أيوة بالضبط بالضبط واحترام وأمبر المشكلات واحترام بقى العقود والمؤمنين على شروطهم والكلام لكل إنه فكرة إنك إنتي يعني مترجمة وست بيت أو مترجمة وبتعمالي مهتمة ببيت وولاد دي ما تدكيش يعني حاجة إضافية مش يعني مش حاجة بلاس بالك إن أنت تتبخري وإن أنت تبهدلي الشغل وتقول لي آه أصل أنا مناسبت بيت يا جماعة وراعوا دا لا صحيح صحيح ومترجم سمعة في ديدلاين معروف ومحترم ولازم نحضر لو أنت تقدر تكتب مسألة يعني خلاص يعني ما فيش أي مشكلة لغبارة عليك و وأن الفريلانسر مش فري مش معل أن الفريلانسر يبقى فري لا خلص عشان الناس كتير فكرة فكرة كده يعني لا ويعني وكمان حتى المهنة بتاعتنا كمان يعني محتاجة أن الناس يعني تحس بها أكتر من كده شوية صحيح يعني ويحسوا بالقيمة اللي إحنا بنعمله يعني وإن مش يعني مش الموضوع مش مش قاعدين على الكمبيوتر يعني حد يعرف يعمله وافتاح القاموس هتطلعي وها الترجمي وكده صحيح هي مش مهنة لا مهنة يعني مش يدي الفكرة لا بالعكس دي رحلة كاملة متكاملة إحنا إنسان بيطلع بها من أول ما يبدأ الملف اللي بيترجمه إلى أن ينتهي منه صحيح وأول ما بيبدأ الترير وحظا أن يكمل يعني لأن أنت عارفة الاسباريش بتاعي الإذاعي والتوجد الإذاعي وأن يكون في أفكار إذاعية تتناقش حاجات لها علاقة باللغة والترجمة ويمكن هتفق معاهم في أن الموضوع أكيد مش سهل علينا وأنا واحدة من الناس يمكن بعت عن مجال الترجمة لعدة سنوات بسبب أنه احترمت أن الترجمة دي محتاجة مني التزام بشكل معين ومتركيز فبما أني مش هقدر تديها حقها أو فيها حقها فبعت باختياري فترة ولكن دينا بنرجع إن شاء الله وإحنا عارفين إن إحنا قادرين ويمكن بتتطور مهاراتنا ومتجنا وعينا مع الوقت بما يمكننا إن إحنا اللي ما كناش بنعمله من كم سنة في نفس الوقت مع حاجة تانية ممكن بعد السنين والخبرة وكذا تدقي تعرفي تعملي الكلام دا سيمانتينيوس لأو كده فجميل جدا الخبر يا رشا يعني أسعد سينا الله يباريك لك أنا حبيت عملها لك مفاجأة بقى مش كل حاجة تتحرق كده يعني مش كل لا جميل حاجات مفاجأة هي فكرة رائعة الصراحة بس معرفش ليه خطر في بالي دلوقتي في طبعا على مدى التاريخ مترجمين رجال معروفين هل في حد يعرف اسم مترجمات على مدى التاريخ يعني من الفترة يعني هو اعتقد مجال الترجمة يعتبر مجال حديث شوية بالنسبة للمرأة يعني ما فيش تاريخية ما فيش حد معروف يعني ولا أنا غلطانة يمكن يكون فيه اسماء وانا مش عارفة اتفضلي اتفضلي حاندي لا لا اتفضلي وطبعا احنا عندنا يعني هو يعني هو كالعدة انه المهن عموما من قديم الاسل كات مهن رجال يعني اي مهن يطلب فيها التواصل مثلا مع حتى حتى في اوروبا بالضبط يعني فهي الفكرة انه يعني هو ضل وضع للأسف انه يعني دي المهن واعتبر انها مهن رجال ولكن لو ركزنا شوية وبحثنا في التاريخ هنطلع طبعا بأسماء النساء كتير متميز في العالم التاريخ مونا بيكر بصرا مونا بيكر دكتور مونا بيكر ده اسم يعني اعتقد انت تقصودي حد أبعد تقصودي حد أبعد شوية يعني حد أقدم شوية يعني مسلا بالضبط انا طمعا بس السنوات خديمة شوية اه في 1920 1930 والحاجات دي مسلا ولا في 1800 زي خوارزمي لا كده كده أنا بحصل أنا شايف أنا شايف أن الموضوع يستحك البحث يعني أنا شايف فعليا موضوع يستحك البحث الموضوع بس هو طبعا كمان دائما التصليب يكون على الرجال في هذه النقطة مش عشتعصبا ولا شيء ولكن هم متوالجين في الميدان بشكل أكبر هو الطبيعي نحن زمان ما كناش بنشتغل يعني الشغل زي ما بنشتغل بلوقتي عشان كده أكيد هو الأسماء حتى لو في مترجمات هتبقى أسماء أوليلة ولكن هنجيبهم يعني أكيد هنجيبهم كانت إلى حد ما محصورة في الناحية الأدبية والروائية أظر منها كده يعني كن في بعض يعني في أسماء من الأدبات ومعرفات يعني ممكن مثلا لو فكرنا في ماء زيادة احتمال تكون ترجمت هي أول حد جاء لبالي بس لأن معرفش الحقيقة مش عام دي معلومة أكيدة يعني ممكن يكون في احتمال إنه كلها بعض الترجمات المسألة عايزة بحث تمام أكيد لو هنبحث في الحاجات القديمة طبعا الموضوع محتاج بحث يعني الحمد لله هدفنا لتصلية الضوء على المترجمات وإنه نقول الله في يعني وإحنا كنا عاملين برنامج مشابه يعني لو تحبي أننا كنا عاملين في الربط إحنا عملنا في حلقتين بس للأسف وبعدين اسمه وأنا المترجم تمام فإحنا كنا أول حلقة كنا الأدنين بنناقش موضوعات خاصة بالترجمة عموما يعني كنتكلم بموضوعات كاتل مزيعة كان تعبير رياحي لأدنين معنا وكنا إحنا ثلاثة أدنين زلتانيين بنرد عليها ثاني حلقة جبنا الأستاذ محمد شلبي وتكلم معنا عن الكات تولز وشوية حاجات برضو عنها كده فده ممكن تبقى من الأفكار اللي يعني ممكن إحنا كمان نعمل زي كده مثلا وترجمات وتسأليهم في مجال معين أو بتخصص معين ده من ضمن الأفكار يعني تمام جميل جدا جميل جدا كل الأفكار دي إن شاء الله هضعها في الحزبان وعيتم من المناقش واختلاف الدراسة الأكاديمية عن الواقع بتاع الشوك آه دي يعني الكليات لأن أصلا الترجمة للأسف بتتدرس غلط في جميع كليات بلا استثمات صحيح صحيح يعني يعني يمكن الواحد يعني لما الواحد درس ترجمة بتخصص في الدبلومة ورشة يمكن تشاركني الكلام في ده كان بعض نظريا كله سيريز ولكن كان في ده كثرة عندها ينفي السوق فهو الموضوع للأسف معتمد عن قدرات الفردية للمحاضرين والدكاترة اللي بيدرس خلينا صحيح كنت بحاضر في جامعة قناة السويس كنت بدي محاضرة هناك من حوالي كذا شهر كده وبعدين يعني كانت المحاضرة عامة وبعدين اجتمعت بالعميد بتاع الكلية مع كذا دكتور من دمهم كان دكتور اسم مصطفى لأسف وكان قاعد شرحلي او وضحلي المنهج اللي هو ماشي عليه وكان بدرس ترجمة قانونية والراجل بيدرس للأولاد من أول التوكيل لحد ما يترجموا طبعا ده احنا ما درسناش الكلام ده أساسا ولا صحيح كتير جدا جدا ما بيعملوش الحاجات دي فأنا اتردت انت قدرت ادخل المنهج ده وده أصلا مش متبع هو كان المرونة بتاعة عميد العميدة بيديهم عمل لهم فيكسبيلس كبيرة جدا ان هم يدخلوا في المنهج الحاجات العملية وكلام من سوق العمل وعشان كده كان الهدف اصلا من وجودي هناك ان انا يعني انا بقى اللي بعمل ايه زي ايكو كده سوق العمل وليحاصل فيه فتعلن كانت من الحاجات الجميرة جدا اللي عارفتها ده التجاه يعتبر بقاله من 4 ل 5 سنين منا اقدرش لانه برضو عندنا في اداب انجليش نفس الكلم الجامعة هتكمل السنات 4 سنين فعلي الموضوع محتاج طورة في التعليم على كل المستويات وفي كل المجالات صراحة يعني مش بس بالترجمة يعني احنا كويس نجت على قد ان احنا بنخرج ونحاول نطور مهارتنا في ناس بيخرج من الكليات وهو ده اساس وجودنا الحد ذالوقتي اصلا ده حقيقي اه نفسنا ما كناش يقدر نكون متواجدين لحتى هذه اللحظة يعني صحيح عمنا موفق جدا على الكلام ده ده الوضع الحقيقي يعني الخارجين بيخرجوا للمجال يعني محتاجين يتعلموا جديد يعني محتاجين يدخلوا جامعة جديدة يتعلموا فيها وعنصر الاستعجال برضو حتى هو لو تخرن ما يبقاش بيقول دلوقتي انا عايز ادقى مترك ماينفعش برضو انا معاك انا معاك بس برضو احساسا يعني الترجمة من المجالات الخبرة بتيجي فيها عن طريق ان انا يعني لازم اشتغل بالزبط يعني الموضوع مرصب ببعض ممارسة طبعا ممارسة طبعا اكيد ممارسة بالزبط رحم الله امري انا عارفة قدرة نفس اه يعني وضع مش موضوع لغة حتى يعني يتقنو بالزبط خلي بالك ان المترجم انا شفت بعض المترجمين بقالهم ثلاث سنين بيسألوا سواء انا عن الربط او سواء انا على الخاص عن المترجمين ثم لو عندي انا شخصين ما زالوا بيسألوا انا ابدأ منين انا اروح انا مع ان فيه مقالات ويوتيوب وطولز كتير جدا موجودة ايامنا احنا كنا موجودة ايامنا ايه اساسا احنا كنا بنظهر كده علشان نجيب المصطلحات ومن الورقية بطراحها يعني انا بستغرف فعلا جدا ان اللي زي كده اهو بقى ثلاث سنين لسه بيسأل مع ان في ناس ثانية سألت سؤال ده مرة واحدة او حتى ما فقالتوش ودلوقتي ما شاء الله بقى حاجة تانية صحيح هو ده امصر الاستاجال لما انا قصدي علي اه